هذه أبرز العناوين أشرف داري كان عيش في جوع إلي جيد رائع وكان وعد الجمهور المغربي أن ننزيد ونفرحوهم لن تصدق ما قاله مدرب تشيلي علينا بعد الهزيمة القاسية الرقرقية ما نفرحوش بزاف المغربة بغين كترة ونصير قدم مباراة كبيرة والآن إلى التفاصيل ولكن من قبله بس تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس أشرف داري كان عيش في جوع إلي جيد رائع وكان وعد الجمهور المغربي أن ننزيد ونفرحوهم علق الدولة المغربي أشرف داري على الفوز الذي حققه المنتخب والوطني أمام تشيلي بهدفين دون رد مسامس الجمعة في مباراة ودية استعداد لمونديال قطر 2022 وقال داري في تصريح له بعد نهاية المباراة قدمنا أداء ومستوى جيدين وقمنا بتطبيق تعليمات المدرب والحمد لله جاء الفوز وتابع تنتظرنا مباراة تانية لتحضر أنفسنا للمونديال ونحن في المنتخب نعيش كعائلة واحدة وهذا يعطي اتماره في الملعب وحققنا المبتغى وهو الفوز نعيد الجمهور المغربي أننا سنفرحهم في كأس العالم 2022 لن تصدق ما قاله مدرب تشيلي علينا بعد الهزيمة القاسية تأسف إدواردو بيريزو مدرب منتخب تشيلي على الهزيمة القاسية التي تعرض لها أمام المنتخب المغربي بنتجة هدفين نظيفين في اللقاء الذي أجري مساء الجمعة على أرضية ألبرت ببرشلونا حيث أكد بيريزو أن فريقه عانى كثيرا على مستوى خط وسط الميدان حيث لم ينجح فريقه في كسب معركة الوسط الأمر الذي تسبب في عزل لاعب الهجوم وعدم توصل أليكسي سانشيز بالإمدادات الهجومية وأوضح مدرب منتخب تشيلي أن فريقه يحتاج لمتوسط ميدان ديناميكي يسري عملية إخراج الكرة ويساهم في بناء الهجمات ليضيف قائلا المنتخب المغربي عدبنا كثيرا على مستوى الأجنحة يتوفرون على مهارة كبيرة الأمر الذي يعقد من مهمة استخلاص الكرات يتمتعون بالسرعة في عملية التحول الهجومي وهذا هو الأمر الذي يفتقده منتخب تشيلي ومن جهة أخرى عبر النجم المنتخب تشيلي أليكسي سانشيز عن امتعاضه الشديد من الهزيمات القاسية أمام المغرب وقال للأسف لا نتوفر على عدد كبير من اللاعبين الممارسين في أوروبا على عكس المغرب وكنت أنتدر التواصل بتمريرات لخلق الفارق من فرحوش بالزعف المغربة باغين كتارون صير قدم مباراة كبيرة أعرب والد رجراجي مدرب المنتخب الوطني المغربي إعجابه بالأداء القوي لللاعبين في مباراة يوم أمس الجمعة أمام تشيلي ضمن استدادة المنتخب الوطني لنهائية كأس العالم وقال رجراجي في الندوة الصحفية التي أعقبت المواجهة من فرحوش بالزعف ولكن كنوا إيجابيين بعد أول مباراة ودية لأن الجماهير المغربية يطالبون بأداء أكبر في المواجهة المقبلة وفي مصابقة المونديال وأضف رجراجي يوسف انصاري قدم مباراة كبيرة أمام تشيلي أنا بغي لعب لتيجري ويدافعها تشيدار انصاري اليوم وأضف مدرب المنتخب الوطني المغربي تكلمت مع حكيمي ومزراوي قبل المباراة ونصير قلب الحرف أن اللعب ظاهر أيصر وفز المنتخب الوطني بنتجة هدفين لسافر في المباراة الويدية التي جمعته بمنتخب تشيلي وسجل الهدف الأول للمنتخب الوطني اللاعب سوفيان بوفال من ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة والستون بينما وقع عبد الحميد صابير الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة والسبعون وسيجل المنتخب الوطني مباراة ودية تانية وذلك يوم التولة المقبل وستجمعه بمنتخب الباراكواي سوفيان بوفال يجنب حكيم زياش ورطة جديدة مع المنتخب الوطني المغربي أصبح سوفيان بوفال أول لعب يسجل هدفا في مباراة للمدرب لدرغراجي مع المنتخب المغربي وذلك بعدما انبر لتصديد ركلة جزاء في الدقيقة الستون أمام تشيلي خلال المواجهات التي حسمها المنتخب المغربي بهدفين لسفر وكان بوفال قد أنهى كأس أمم أفريقية بالكاميرون هدافا لأصود الأطلس بتسجيل ثلاث أهداف منها ركلة جزاء في مرمى ميستر لحساب ربع نهائي حيث أصبح رجل الاختصاص من علامات الجزاء ورغم عودة زياش لصفوف منتخب المغرب إلا أنه ترك لبوفال تسديد ركلة الجزاء ليتفاد بذلك ورطة محتملة حيث عاش مهاجم تشيلي تحت ضغوطات وانتقادات شديدة بسبب إهضاره آخر ركلة الجزاء مع الأصود وأشهرها الركلة التي تسببت في إخصاء المغرب من الدور الثاني لكان 2019 أمام البنين ولم يبدي زياش حماسا لتسديد الركلة أمام تشيلي بينما أكد رجل غيرغي خلال مؤتمر صعفي سبق المباراة أنه لم يقدم أي ضمانات للاعب البلوز بخصوص تنفيذ ضربات الجزاء غياب عموت والدوليين يضع معسكر الويداد في ورطة وجد نادي الويداد نفسه في متاهة لم يكن قد خطط لها بعدما راهن على استغلال فترة توقف الدولة الحالية من أجل تضارك مفاتها بداية الموسم بعد سوء تحضيرات وتأخرها بسبب مغادرة وليد رجراج القيادة الفنية وتأخر تعويضه بالحسين عموت وفوجي أنادي الويداد بغياب مدربه الجديد المكلف بمهمة جديدة من طرف اتحاد الكرة بالإشراف على المنتخب الأولمبيا المغربي وترك مهام تعويضه للجهاز المساعد ومعه غياب تسعة من أهم لاعبه عن ذات المعسكر لأسباب مختلفة وفوجي أنصر الويداد بغياب مدربه من حسين عموت عن تدريب الفريق وابتعاده عنهم وعدم حضوره المعسكر التدريب المرتقب قريبا من أجل التحضير لمباراة ريفرزا النيجيري عندها بالدور الثاني المؤهل لدور المجموعة لدور أبطال أفريقيا والتي يحمل الويداد لقبها ولن يتواجد عموت في ودية التورق المقبلة يوم الجمعة بالسبب تواجده فهمهمة جديدة لم يكن على علم بها تتمثل في قيادة المنتخب الأولمبي والذي يتواجد معه حاليا في معسكر مغلق بمجمع محمد السادس وكان عموت قد حل متأخرا بالقيادة الفنية للفريق الويدادية بسبب إشرافه السابق على المنتخب المحلي المغربي في بطولة النمسا الويدية الأمر الذي كان له انعكاس سلبي على أدائه في السوبر الإفراقي الذي خسره من نهطة بركانب وباعتراف المدرب شخصيا وكان أنصار الويداد يعولون على التفرغ عموت لنديهم بعدما قام فوز القجع بحل المنتخب المحلي المغربي وتأكيده على أن عموت أصبح متفرغا للويداد فقط إلا أنه عاد ومنحه مهمة الإشراف على الأولمبي كما يشكو الويداد كثرة الغيابات في الصفوف خلال فترة التوقف الدولي الحالية عكس بقية الفرق إذ يتغيب عنها تسعة لعب لأسباب مختلفة والذين لا يحضرون معسكره الذي يسبق العودة لمواجهة المسابقات القارية ويتواجد ثلاث لعب من الويداد مع منتخب الأصود وهم يحيى جبرا ورد التقناوت ويحيى عطية الله في منضم التنائي عبدالله حيمود وطهاموريد مع المنتخب الأولمبي المغربي وانضم التنائي الدولي أرسيزولا إلى منتخب الكونغو إضافة للحسين بعيادة المتواجد مع منتخب الجزائر ومع هؤلاء يتغيب مؤيد الله في الذي يتماثل للشفاء من تبعات الجراحة التي كان قد خضع لها على مستوى الرقب بخلاف عدم اكتمال الجهزية المدافعة من فرحان الذي يعود بالتدريج للتدريبات ومن شأن هذه الغيابات التي تستمر خلال فترة قصيرة قبل السئنة في منافسات الدورية أن تؤثر على معسكر الفريق الحالي ترجمة نانسي قنقر